دكتور أيمان هل هي معركة يعني أنا مثلا بقالي يجي سنة ونص من ساعة ما بدأ أو سنة يحصل التوتر الشديد اللي ما بين تايوان والصين وتخش أمريكا طرف قاعد عما لأقول يا ربي هواحنا نقصين يعني كورونا في الحرب الأوكرانية الروسية فربنا يسطر ما يحصلش توتر في تايوان والصين وإلا الاقتصاد العالمي مش هيدرب هتبضى ضربة قاتلة هو القضية قديمة شوي يعني لها فترة مش من دلوقتي يمكن ظهرت بشكل كبير جدا بعد جائحة كورونا وبعد دخول العالم في تكنولوجيا الجل الخامس لأن تكنولوجيا الجل الخامس بساعتمد اعتماد كبير جدا على الرقاق الابترونية لكن المشكلة بدأت من أيام أوباما يعني من أيام أوباما الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تحس أن الصين بتقترب منها في هذا المجال لأن لحد سنة التسعين كانت الولايات المتحدة الأمريكية بتشكل من هذا الصناعة حوال 37 لـ 40% لكن لما وصل لـ 2015 بدأت الصين يعني تصعد في هذا المجال في حين الولايات المتحدة كانت عندها نوع من السبات أو حتى التراجع وكانت بتنسر 10% فقط هنا الولايات المتحدة الأمريكية حست بالخطر فبدأوا يحجبوا بعض من الصدرات الرقاق الالكترونية إلى الصين بس كان على مستوى يعني مش واضح أوي لما جاء رئيس دونالد ترامب عمل حاجة غير مسبوقة رئيس ترامب تم انتخابه في نوفمبر 2016 دخل البيت الأبيض في 2017 يناير 2017 كل رئيس أمريكي جديد بيجي ما يعمل ما يسمى باستراتيجية الأمن القومي إلى أمريكي الاستراتيجية دي بتغطي كل شيء إزاي يحفظ على تفوق أمريكا إزاي تظل أمريكا القوة الأولى على مستوى العالم من كل النواحي في السياسة في الاختصاص حتى في الترفيه والسينما والأفلام وكل حاجة اكتشفوا أن هناك خلل في هذا الموضوع وأن لابد أن الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ إجراءات ضد الصين أو توقف النمو الصيني أو توقف الزحف الصيني على الولايات المتحدة الأمريكية بس ترامب والإدارة الأمريكية حبوا دوها كبر ما تبقاش الحرب مباشرة في شكل الرقائق الإلكترونية بدأ يدخل في قصة الرسوم الجمهوركية لو نرجع بذاكرها نلاقي تقريبا لربع سنوات بتوع دونالد ترامب كانت خلافه مع الصين حول التعريفة الجمهوركية ومنع دخول البضائع الصينية للولايات المتحدة الأمريكية بحجة أن كانت التجارة وقتها حوالي 600 مليار دولار الصين بتصدر أكتر للولايات المتحدة الأمريكية بتستورد أقل فالولايات المتحدة كانت شايفة ندخلها فكان الرئيس دونالد ترامب قال إحنا هنعمل جمارك أكتر بحيث نحد من الصادرات الصينية لالولايات المتحدة الأمريكية لما جاء رأي جو بايدن لا أتكلم بشكل مكشوف أول شيء أتكلم عن فصل ما بين الاقتصاد الصيني والاقتصاد الأمريكي والنهاردة بعد سنتين أو سنتين ونص من عهد جو بايدن وزيرت الخزانة الأمريكية النهاردة في الصين بتقول فكة الفصل عملية مستحيلة لأن لو شفنا مثلا جهاز هاتف نقال مثلا أمريكا أو صناعة أمريكية هتكتشف أني 20 أو 30 أو 40 أو حتى 50% من مكوناته إما يعني مصنع في الصين أو حتى شركة أمريكية موجودة في الصين وبالتالي فكرة الانديبندنسي أو الاعتمادية ما بين الدولة الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى دي قائمة ما ينفعش دولة يعني يطع بشكل كامل عن دولة أخرى وخصوصا زكاة هذه الدولة هي الصين لكن الولايات المتحدة الأمريكية هذه الحرب لها بعد آخر يمكن البعد التجاري والمليارات وده أرقام حققية يعني كنا ن 저기 عند 500 مليار دولار 2030 ستبقى تريليون يعني حجم هذا الصناعة 2030 ستبقى تريليون مش 500 مليار وبالتالي في تعاظم لهذا الصناعة لكن الولايات المتحدة الأمريكية فيه تقديري ده بيشغالها وده جزء مهم جدا وجزء من التنافس لكن هي ما حاجة تانية البعد العسكري الولايات المتحدة أمريكية شايف أن الصين وصلت من خلال هذه التكنولوجيا لدرجة من التنافس العسكري ربما تتفوق على الولايات المتحدة الأمريكية عندها تفوق في تكنولوجيا الصناعات العسكرية أكثر من الأمريكي في بعض القطاعات مثلا زي ما يسمى السفن الانزلاقية السفن الانزلاقية دي تشبه الصواريخ اللي بتدور في الفلك وليس في الأرض لكنها يمكن أن تنزلق على مساحة على الأرض بمعنى يمكن أن تدور في الفلك وتقوم بضرب الأراضي الأمريكية بشكل مباشر الصين متفوق على الولايات المتحدة الأمريكية ويمكن حتى متفوق على روسيا في هذا النطاع هم بدأوا يخافوا الصواريخ البعيدة المدى بتعتمد على هذا الرقاق بشكل كبير جدا وخصوص الصواريخ اللي بتمشي أكثر من 10 تلاف كيلو لأن صاروخ أكثر من 10 تلاف كيلو لو تم إطلاقه من الأراضي الصينية ممكن يوصل لولاية مثل ولاية كاليفورنيا وعشان كده مثلا خلال السنة اللي فاتت عشرين وعشرين 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 بدأوا سكان كاليفورنيا يعملوهم تدريب أنهما يتضربوا بصاروخ صيني يعملوا إيه وخصوصا لو اتضربوا بصاروخ في قنبلة نووية أو قنبلة زرية يعني كل الولايات الأمريكية على السحل الغرب الأمريكي وهو السحل المواجه للصين يعني السحل الغربي ده أقرب من الهوس اللي حصلت ستينيات وسبعينيات القرن العشرين والناس تبدأ تعمل ملازات أمنة من الحرب النووية الملاجئ النووية الملاجئ النووية نهار ينزلوا تحت الأرض ويبنوا بيوت وبانكرز وحاجات زين الاستثمار حاليا في الولايات الغربية في الولايات المتحدة الأمريكية هو الاستثمار في الملاجئ النووية خوفا من أن تأتي الصواريخ الصينية إلى هناك الصين بدورها عندها إحساس كمان بالخوف وبالهلع لأن الحسابات الصينية بتقول أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن بتطبق نظرية تسمى نظرية الأناكندة أو نظرية حلقة النار الأناكندة ده تعبان ضخم جدا غير سام لكنه بيخنوا الضحية بتاعتي هم شايفين الولايات المتحدة الأمريكية حاليا عملة نظرية الأناكندة حول الصين يعني مثلا خنق الاقتصاد اقتصاد لو خلق الجغرفية الصينية فتحوطها بالحلفاء قدر يستطيع بتحوطها بالحلفاء وتحوطها بالأعداء لأن الولايات المتحدة الأمريكية أكبر استثمار لها مش في السلاح في التخويف صح تخوف الاخرين يعني مثلا سكان شر أوروبا تخويفهم بروسيا المجاورين للصين تخويفهم من الصين عشان كده عاملة مشكلة بين الصين واليابان حول جزر تسمى جزر سين كاكو. عاملة مشكلة بين الصين ودول البحر الصيني الجنوب ستة دول. مشاكل وصلت للمحكمة الجنائية الدولية مع الصين. عاملة مشكلة بين الصين والهند. ولاة جامو وكشمير ولاداخ أكتر من ألف كيلو متر في خلاف على الحدود. بتحاول تقلب على الصين الأقليم الداخلية. إقليم التبت وده أقليم ضخم جدا. إقليم شينجيونج اللي هو فيه الويجور في أخصى غرب الصين. وده مهم جدا لنقل التجارة الصينية للغرب. طبعا تايوان معروف الخلاف مع تايوان وبالإضافة لهون كونج. وبالتالي هي بتحاصرها بنظرية الأناكون ده من كل مكان ماشي.